طيب قبل ما اتكلم كده عن النواحي التانية الفنية بس واضح من كلام حضرك انك بتقول انه اسباب التأخير اذا جاز لنا ان نسميه تأخيرا هو اسباب فنية التي لا بد ان تتم قبل اعلان فتح باب الترشح لا بد ان نكون جاهزين لتواجد اي ناخب يريد ان يؤيد مرشحا للانتخابات الرئاسية لا بد من تجهيز هذه المهمات والاعدادات ليس قرارا يصدر وفقط وانما لا بد ان نكون جاهزين في هذا الشأن طيب ليه البعض تحدث انه مش الاسباب فنية فقط لا في اسباب امنية ايضا هل هناك اسباب امنية هي التي تعطل او تساهم في عملية التأخير في الاعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح ليست هناك اي اسباب امنية ولا الامن بيتولى مباشرته وتحقيقه الجهات المختصة ولا علاقة للحالة الامنية بموعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اه لا الاسباب الامنية كان تحدث عن المستشار علي عوض كان قال مستشار رئيس الجمهورية كان قال انه حتى اجتماعات اعضاء اللجنة كان فيه بعض المحاذير الامنية اعتقد ان سعد المستشار علي عوض نفى هذا التصريح تماما وهو تصريح مغلوط ومنسوب خطأ الى المستشار علي عوض فاللجنة تباشر اجتماعتها يوميا والتلفزيون الرسمي والخاص يأتي الى اللجنة وصور اجتماعتها اكثر من مرة وليس هذا صحيحا على الاطلاق اضيف لسعادتك السؤال الذي يتردد دائما في الصحف او في بعض وسائل الاعلام وهو ان اللجنة تنتظر وزير الدفاع لكي يعني يهيئ نفسه للتقدم سبقتاني في ذلك انه هل تأخير موعة للإعلام يعني اقصر الطريقة على سعادتك انكم في انتظار المشير لا شك انا اعتقد ان المشير اذا كان ينوي الترشح انه هو الذي ينتظر اللجنة حتى يعني تكون مستعدة لفتح باب الترشح اللجنة لا علاقة لها بطالب الترشح على الاطلاق يعني انتم لا تنتظرون احدا لا 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 كل من يريد الترشح هو الذي يرتب نفسه في ضوء ما تقدره وتقرره لجنة الانتخابات الرئاسية ولجنة لا تنتظر لذلك لجنة جهة قضائية كما ثابت وتحدث فيه كثير من الفقهاء الدستوريين لجنة قضائية كاي محكمة لا تنظر الى شخص المرشح او الى ما الى ذلك وفضلا عن ان السيد رئيس الجمهورية نفسه يعني عرض لهذه المسألة وافاض فيها وفي ان اللجنة هيئة قضائية مستقلة او جهة قضائية مستقلة لا سلطان عليها في عملها الا لضميرها والدستور